بينما تستعد مدينة جدة السعودية لانعقاد القمة العربية فيها بمشاركة المجرم بشار أسد الذي أوصله قطار التطبيع العربي لحظيرة جامعتهم وزير الخارجية التركية مولود شاووش أوغلو يتحدث عن خارطة طريق سياسية لتعزيز العلاقات مع حكومة أسد تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية شاووش أوغلو قال في مؤتمر صحفيا بولاية أنطاقيا التركية إن الأهداف المشتركة للدول المشاركة في الاجتماع الرباعي بموسكو هي القضاء على التهديدات الإرهابية وضمان العودة الآمنة للاجئين وإحياء العملية السياسية في سوريا مشددا على أن بلاده اتخذت خطوة جادة نحو تطبيع العلاقات مع نظام أسد وأن تلك الأهداف مرتبطة ببعضها وتتطلب خططا شاملة وأنه لا يمكن تنفيذ عملية تطبيع دون مشاركة عسكرية ودبلوماسية حازمة هدفنا المشترك هو القضاء على التهديد الإرهابي وضمان العودة الآمنة للاجئين وإحياء العملية السياسية في سوريا كل هذه سياسات مترابطة تتطلب خططا شاملة ولا يمكن اختزالها بشعارات سياسية يومية لكن يمكن تنفيذها من خلال المشاركة الدبلوماسية والعسكرية الحازمة والمتسقة فقط انتقاد كبير وجهه تشاووش أوغلو لتواعد المعارضة بسحب القوات التركية من سوريا في حال فوزها في الانتخابات موضحا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تعيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وهي انسداد العملية السياسية وتنظيم داعش وقسد وأن محاربة تلك التنظيمات تزيل الخطر الذي يدفع إلى الهجرة فضلا عن توفيره مناطق آمنة لعودة اللاجئين وهو ما دفع أنقر لأن تكون أحد الفاعلين الرئيسيين في جميع المساعي بما في ذلك مسار أستانا تصريحات تشاووش أوغلو الودودة سبقها أخرى معاكسة لمعاون وزير خارجية زعيم عصابة المخدرات أيمن سوسان حول التقارب مع أنقرة معتبرا أن لتركيا دورا تدميريا وعليها انتهاج مقاربة جديدة الدور التركي هو الدور التدميري في سوريا تركيا كانت رأس الحرب في هذا المشروع على سوريا لذلك على تركيا التي غدرت بالعلاقة بين البلدين أن تقوم بانتهاج مقاربة جديدة إذا كانت فعلا ما تقوله صحيح